بسم الله الرحمن الرحيم وهي المعادلات التفاضلية المتجانسة خلينا ويا فصل المتغيرات والفرع أي حل المعادلة التفاضلية الواي تربية رح أحول إلى الطرف الآخر يلا من حقي أقول طرفين يسا وسطين يعني ش رح يصير عندي هسان اكس واي دي واي على دي اكس تساوي واحد ناقص اثنين واي تربية ورها رح أقول طرفين يساوي وسطين إذن معناها اكس واي دي واي تساوي واحد ناقص اثنين واي تربية دي اكس أكو محرمات بالطرف الأيمان تقول لي ايه أقول لك ولا يهمك رح أقسم عليها أكو محرمات بالطرف الأيسان رح تقول لي بس الاكس أقول لك رح أقسم عليها يعني ش رح يصير عندي هسان دي واي على واحد ناقص اثنين واي تربية حيو يساوي دي اكس على أكس شوف الدي واي والدي اكس لازم تبقى بالبسط ما ممكن تزال المقام انتهينا من المحرمات تكامل تكامل قوة المقام واحد مشتقة المقام موجودة بالبسط لن قوة المقام واحد مشتقة المقام موجودة بالبسط الا شوية يعني اشتحتاج مشتقة هنا المقام طبعا هنا اكو y اسف جدا اكو هنا y اذا مشتقة المقام لان هذا ال y بقت على وضعها مشتقة المقام سالب اربعة y اذا احتاج هنا سالب اربعة وهنا سالب اربع هسه اصبحت قوة المقام واحد ومشتقة المقام موجودة بالبسط اذا الطرفين راح تكون عندي لين هذا ال y اصلي يريد بالك موين موازنة اذا راح يصير عندي يؤدي الى شنوة سالب اربع لين مطلق واحد ناقص اثنين وي تربيع يساوي هذا هو لين مطلق الاك زائد سي اذا السؤال وزاريا انتهي ورح تاخد درجة كاملة اذا تريد تسوي مستحبات شلون هذا السالب اربع راح تصير اس هذا السي سوي لين سي وان مجموع لغة رتمين يساوي لغة رتم حاصر ضرب و من يساوي اللين يحدف اللين كأنه دخلت ال i على الطرفين من المطلق يساوي المطلق المطلقين تلغى واحد الطرفين راح يكون بي موجب سالب اذا كل هذه الامور مستحبة لهنا انتهى حل السؤال وتاخد عليها درجة كاملة بالامتحان الوزاري الا اذا الطاك ال x وال y بالسؤال اتعوضها حتى تستخرج قيمة c اما الفرع بي من السؤال الثاني اولا دي يقول لي ساين اكس في كوساين واي دي واي على دي اكس تساوي شون نوعي هنا ماذا يقول لي تساوي بالسؤال دي يقول لي زائد شوف زائد كوساين اكس ساين واي يساوي صفر اشلون اتعاملوية هذا السؤال الحد البي دي واي على دي اكس اخليه واحدة بطرف الحدود المتبقية اخليها بالطرف الاخر حتى اقول طرفين يساوي وسطين اذا ساين اكس كوساين واي دي واي على دي اكس تساوي سالب كوساين اكس ساين واي حولتين للطرف الاخر شوف اقول لسه طرفين يساوي وسطين يعني معناها ساين اكس كوساين واي دي واي تساوي سالب كوساين اكس ساين واي دي اكس اكو محرمات بالطرف الايمان اي اكو محرمات اكو محرمات بالطرف الايسار اي اكو محرمات اذا هذا رح ينزل للمقام وهذا رح ينزل للمقام يعني اش رح يصير هنا كوساين واي على ساين واي دي واي يساوي سالب كوساين اكس على ساين اكس دي اكس اذا انتهت المحرمات تكامل تكامل من الاخطاء اللي الطالب يوقع بيها بالامتحان الكوساين على ساين يسوي كوتاين بعدين يحير بيها خلاص هو اذا عندي كوتاين انا حوله الى كوساين على ساين قوة المقام واحد مشتقة المقام موجودة بالبسط هو لن اذا مباشرة رح يصير لن مطلق شنوه ساين واي يساوي سالب لن مطلق ساين اكس زائد سي اذا انتهى حل هذا السؤال وتاخد عليها درجة كاملة اذا تريد السوي مستحبات هذا السالب رح تصير السالب واحد هذا السي اسوي لن سي وان مجموع لغة رتمين يصير لغة رتم حاصل ضرب اللن يساوي اللن يحدف يعني كأنه دخلت الاي على الطرفين مطلق يساوي المطلق الغي القيمة المطلقة واحد الطرفين اكتب عليها موجب سالب اذا هذا ما يخص الفرع بي ولكن السؤال اللي هنا تاخد عليها الدرجة الكاملة وهذا السؤال هو وزاري 2017 و2019 خلي نروح نشوف الفرع سي اللي هو ايضا من الاسئلة الوزارية عام 2014 دور رابع امبار رح تقول لي شنو دور رابع هنا محافظة الامبار بالالفين واربوطعش كانت تتعرض لعمليات عسكرية بعد ما الله نجاهم وعادت الامتحانات لهم وسووا لهم دور رابع اللي هو يسموه دور ثاني او ثالث تكميلي اذا هنا الفرع سي اكس كوساين تربيع واي دي اكس زائد شنوه زائد تان واي دي واي يساوي صفر زائد شلون اتعاملوا يا هذا السؤال الدي واي اخليه بطرف والدي اكس اخليه بطرف يعني رح اقول تان واي دي واي يساوي سالب اكس كوساين تربيع واي دي اكس هذا حولت الى الطرف الاخر زائد هذا ما بي مشكلة لكن هذا بي مشكلة الكوساين تربيع واي رح ينزل للمقام يعني رح اقولي هنا تان واي على كوساين تربيع واي دي واي يساوي سالب اكس دي اكس انتهت المشاكل رح اقول تكامل تكامل وجود الكوساين تربيع لوحدها في المقام تحول الى سيكن تربيع اذا اش رح يصير هنا اذا يؤدي الى تان واي سيكن تربيع واي دي واي يساوي سالب اكس دي اكس وشفناها بالمحاضرة السابقة بان هذا ممكن اكامل بثلاث طرق هسه رح اجي احشي على طريقة وحدة مشتقة التان هو سيكن تربيع اضيف للأس واحد واضرب في مقلوبة اذا معناها نصف تان تربيع واي يساوي سالب نصف اكس تربيع زائد سي اذا هذا ما يخص الفرع سي اولا دي الفرع دي من الفروع السهلة نسبيا في هذا السؤال اذا الفرع دي خلي نشوف شي يقول الفرع دي ولكن بفكرة مهمة جدا 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 اذا يقول لي تان تربيع واي دي واي يساوي ساين تكعيب اكس دي اكس وهذا من الفروع المهمة جدا شنو اهمية هذا السؤال اعزائي اول شي هو مرتب لي دي واي ويا واي دي اكس ويا اكس اذا تكامل تكامل لكن التكامل هي ليست تكاملات مباشرة فكرة السؤال التكامل هي ليست تكاملات مباشرة التان تربيع من يجيني واحدة احول الى سيكن تربيع ناقص واحد والساين تكعيب من يجيني واحدة اسوي ساين في ساين تربيع والساين تربيع احولها بقانون الذهب لان جاي من اصل فردي وتقدر ترجع الى تكاملات الدوال المثلثية التكامل المحدد الغير محدد اذا هذا رح يصير هنا سيكن تربيع واي ناقص واحد دي واي زيال هذا رح يصير عندي رح يصير ساين اكس في ساين تربيع اكز دي اكس زيال بعد هذا رح ينزل على وضع سيكن تربيع واي ناقص واحد دي واي وهذا شرح يصير عندي ساين اكس في واحد ناقص كوساين تربيع X DX حولت بالقانون الذهبي هذا الساين رح ينظره بمرة بالأول مرة بالثاني يعني سيكن تربيع Y ناقص واحد DY يساوي شنوه ساين X ناقص كوساين تربيع X ساين X هذا كله DX هسه انتهت المشاكل أقدر أكامل تكامل السيكن تربيع Y هذا دير بالك هنا تقول لي X يعني ناقص Y يساوي تكامل الساين هو السالب كوساين X مشتقد الكوساين هو سالب ساين نحتاج السالب داخلية تفنى والسالب خارجية تبقى أضيف للأس واحد وأضرب فيه مقلوبة إذن واحد على ثلاثة كوساين تكعيب X زائد C إذن تبقى لدينا الفروع E و F و G بقوياي لإكمال السؤال الثاني شكراكم الله أولادي قبل ما أنتقل إلى الفرع أريد أشير إلى موضوع للفرع D اللي شفنا حل قبل شوية الفرع D يجى نصا عام 2014 و 2017 مرتين مرة للتمهيدي و مرة للدور ثالث تطبيقي ولكن 2000 مسبوط عش تطبيقي دور ثاني شجاهم السؤال قلوا لهم D Y على D X تساوي سين تكعيب X على تان تربيع Y شنو فرقة يعني مكان ما يجيبوه سؤال جاهز جابوه فالصورة هذه بس أقول طرفين يسا وسطين رح يصير هذا و رح ينحل بنفس الأسلوب أريدك أنت تحاول هذا التان تربيع سوي كوتان تربيع وهذا سين تكعيب سوي كوسان تكعيب رح ينحل بنفس الأسلوب الكوتان تربيع يصير كوسيكن تربيع ناقص 1 والكوسان تكعيب رح يسوي كوسان في كوسان تربيع والكوساين تربيع سوي واحد ناقص ساين تربيع إذن ما ريد أطول وياك الفرع E رح أقول طرفين يساوي وسطين يعني معناها رح يصير عندي DY تساوي كوساين تربيع X كوساين تربيع Y DX الطرف الأيسر ما بي مشكلة الطرف الأيمن بي مشكلة وين بالكوساين تربيع Y شلو نعالجها الكوساين تربيع Y رح تنزل المقام يعني رح يصير عندي DY على كوساين تربيع Y يساوي كوساين تربيع X DX انحلت المشكلة رح أقول تكامل تكامل هذا السؤال من الأسئلة المهمة جدا جدا وبيه هدف سلوكي أكثر من ما هو سؤال الهدف السلوكي يقول الكوساين تربيع إذا جدتك واحدها بالبص توي أبو النص وإذا جدتك واحدها بالمقام حولها إلى سيكن تربيع ونفس الشيء الساين تربيع إذا جدتك واحدها بالبص توي أبو النص وإذا جدتك واحدها بالمقام سويها كوسيكن تربيع نفس الزاوية إذن ش رح يصير هنا أقول يؤدي إلى تكامل سيكن تربيع واي دي واي يساوي لحد الآن في طور التحويل نص في شنوة في واحد زائد كوساين وضع في الزاوية شوف هنا لبس الزاوية هنا ضع في الزاوية تكامل السيكن تربيع هذا رح يصير عندي تان واي تكامل الثابت في دالة هو الثابت في تكامل الدالة تكامل الواحد هو اكس وهذا رح يصير عندي نصف ساين اثنيا اكس زائد سي اتوقع بالامتحان الوزاري يقول لك ساين تربيع اكس ساين تربيع واي نفس العملية فهنا واحد على ساين تربيع يصير كوسيكن تربيع والساين تربيع هنا رح يصير عندك نصف في واحد ناقص كوساين اثنيا اكس هذا الفرع اي انتهينا منه خلي نروحوا اياكم الى الفرع اف والفرع اف هو سهل جدا جدا وتكرر بالوزاري باكثر من مناسبة ولكن بتحوير بسيط بالسؤال زين السؤال الاصلي اللي اجي 2018 و2019 هنا الفرع اف يا لو دي واي على دي اكس تساوي شنو كوساين اكس على ثلاثة واي تربيع زائد اي اسواي هذا السؤال الاصلي اللي اجي نصا بالوزاري مرتين زين شنو الحل ما انته هذا بالبداية رح اقول طرفين يساوي وسطين بالبداية طرفين يساوي وسطين يعني رح يصير عندي ثلاثة واي تربيع زائد اي اسواي دي واي يساوي كوساين اكس دي اكس شوف تكامل تكامل ليش هناك تبتها قوسيا دائما اذا كان اكثر من حد واحد لازم اخليها داخل قوسيا دائما هسه ثلاثة واي تربيع هذي شنو تكاملها ثلاثة واي تربيع هذي تكاملها واي تكعيب الاي اسواي تكامل الاي هو نفسه بشرط وجود مشتقة الاسوة مشتقة الاسوة موجودة يعني اي اسواي يساوي تكامل الكوساين اكس هذا ساين اكس زائد سي اذا هذا السؤال ما الكتاب زين من اجيب الالفين ودعش اش غيروا كوساين اكس بقوها هذا الاي اسواي حذفوه يعني اش رح يصير عندي رح يصير بس ثلاثة واي تربيع دي واي يساوي كوساين اكس زي اكس اذا بس هذا رح يكون معكم زيب من اجيب الالفين وخمسطعش دور ثالث اعزائي سووا هذا ساين اكس وهذا سووا ستة واي تربيع وهنا بقوا اي اسواي فاذا كان الستة واي تربيع شنو تكاملها رح يصير ستة على ثلاثة رح يصير هنا ثنيا واي تكعيب والاي اسواي هو نفسه واذا ساين اكس تكامل ساين اكس من هو هو سالب كوساين اكس اذا نفس الافكار بتغييرات بسيطة اذا خلي نروح وياكم الى الفرع الاخير الفرع جي من السؤال الثاني هو يقول لك اي اس اكس زائد اثنين واي زائد واي فتحة يساوي صفر زين اشلو نتعامل وياه هذا السؤال وهذا السؤال اجيب وزاري عام الفين وثمنتعاش والفين وتسوطعش الواي فتحة رح بقيم مكانة رح اسوي دي واي على دي اكس. الاي اس اك زائد اثنين واي احولهم الى الطرف الاخر وافصخ الاسس يعني اش رح يصير هنا? رح يصير اي اس اكس في اي اس اثنين واي زيان ورها اش رح يصوي هسة? رح اقول طرفين يساوي وسطين يعني معناها رح يصير دي واي تساوي سالب اي اس اكس في اي اس اثنين واي اي اس اثنين واي دي اكس هذا ما بمشكلة هذا بمشكلة رح ينزل الى المقام اذا هنا يؤدي الى دي واي على اي اس اثنين واي يساوي سالب اي اس اكس دي اكس تكامل تكامل هسا هذا ما يصير اقول لن لازم يصعد الى البسط يعني رح يصير تكامل اي اس سالب اثنين واي دي واي يساوي سالب تكامل اي اس اكس دي اكس تكامل ال اي هو نفسه بشرط وجود مشتقة الاس اذا احتاج بالداخل سالب اثنين شوف لازم اخليها داخل قوسيا ويبرى سالب نص هذا رح يروح اذا رح يصير عندي سالب نصف اي اس سالب اثنين واي يساوي سالب اي اس اكس زائد سي حاول اتعلم نفسك اولادي لا تترك الحل النهائي باسس سالبة حولها الى اسس موجبة النسبية حولها الى جذور يلا سلم الدفتر الامتحاني يعني رح يصير سالب واحد على اثنين اي اس اثنين واي هذا نزل للمقام يساوي سالب اي اس اكس زائد سي اذا انتهى حل هذا السؤال وانتهت المحاضرة السادسة سيكون لنا معكم لقاء متجدد ان شاء الله والمحاضرة السابعة ان شاء الله وستتحدث عن طريقة حل المعادلات التفاضلية بطريقة فصل بطريقة المعادلات التفاضلية المتجانسة الى ذلك الحين استودعكم بامان الله وحير الله